نبدأ هذه الجولة من صحيفة الانتباهة ومنها نقرأ برنامج لرفع الدعم وتوحيد سعر الصرف في 2020 أعلنت وزارة المالية عن تقديم 20 مشروعا لأصدقاء السودان ضمنها صندوق ثقة متعددة للمانحين بـ 3 مليارات دولار لتمويله ذكر وزير المالي إبراهيم البدوي في فسجيل الصوت لللقاء مع الجالية السودانية في الولايات المتحدة ذكر أن ضمن المشروعات المهمة تمويل برنامج الحماية الاجتماعي الذي يصله إلى مليار ونصف المليار دولار لتحول من دعم السلع إلى دعم المواطن في 2020 أضف قائلا هذا سيشكل تحولا غير مسبوق للسودانيين وسيتزامن مع توحيد سعر الصرف بداية نساء يوسف كيف استطيع وزير المالي البدوي تحقيق هذه الموازنة برفع الدعم وتوحيد سعر الصرف أولا نشاهد في الخطة أو الإعلان على هذا الاتجاه أنه واضح أن الحكومة بدأت تمضي في اتجاه إنفاز سياسات البنك الدولي ودي مسألة معروفة ومسألة قديمة حتى يمكن في أواخر النظام السابق كان سار لغطي سياسات البنك الدولي تجاه السودان والتمويل هذه المسألة ترتبط واضح إنها بشكل أساسي بمسألة ديون السودان حيث لا يتسنى للسودان تلقي تمويلات أو مساعدات مالية من صندوق النقد الأجنبي دون الوفاة بمسألة الديون ويستحقاغاتها عشان كده المؤتمر بتاع أصدقاء السودان ده هو يعتبر هي محاولة خارج الجهاز الرسمي للبنك الدولي أو هي محاولة للحصول على مساعدات مالية بعيد عن اللوايح الصارمة للبنك الدولي بنك الدولي بلزمك بشكل قاطع بسياسات على رأسها مسألة رفع الدعمي هذه ولديه سياسات تتعلق بخفض الفغر وما إلى ذلك برنامج إصلاح تبنته عديد من الدول اللي كانت متعثرة في مسألة الديون يمكن التجربة المصرية لغلقنا عليها الضوء بنالقى إنها مماثلة للحالة الآن يعني يفكر السودان بسدودها وإن كان اختلف الوضع عن ديون السودان الآن وديون مصر في الفترة الفاترة مصر في 2016 عمضت على اتفاق مع البنك الدولي تحصل بموجب على 12 مليار دولار خلال هذا قبيل تعويم الجنيه من بعد تعمين هو كان واحد من سياساته تعويم الجنيه حتى انطلغوا في هذا البرنامج يعني مصر أقدمت على تعويم الجنيه بناء على الانتزام مع البنك الدولي اللي هي ستحصل على 12 مليار تقريبا الآن مصر حصلت على ما يقارب العشر مليارات من ضمن خلال ثلاث سنوات الآن تمضي لتحرير كامل بنهاية عام المالي المقبل ده في يونيو تقريبا مصر حتكون رفعة الدعم عن الوقود تماما وإن كان استسنت في الفترة السابقة بعض المشتقات بتاعت الوقود المرتبطة بمسائل زيت الوقود ومسائل المرتبطة بالأفران وصناعة الخبز وما إلى ذلك تعاملت مع هذه المسألة بسياسة واضحة وتمكنت من الحصول على هذه الدعومات من البنك الدولي الآن سودان رسميا لا يتسنى له حصول على تمويلات رسمية من البنك على شاكل طريقة مصر نظرا لديونه السابقة التي وصلت لـ 51 مليار منها 15 مليار دولار هي دينين فيها جهات سيادية يعني دول أضف لها فقية الديون هي لشركات وصناديك وما إلى ذلك دولية أيضا هذه المسألة معقدة جدا واضح أنه اتضح لرغم حراكه الماراتوني وزير المالية الناشطة بريمار بدأوا في المسألة دي لكن هو الآن يصطدم بذات الجدار اللي اصطدم به والناس السبقوه رغم التعاطف الدولي مع السودان الآن وأنشأ هذا أو دعا لهذا المؤتمر أو أفلح فيه أنه يعقد على هامش البنك الدولي اتماع لأصدقاء سودان ومذكروا عن أنه ده ممكن يوفر لسودان ثلاثة مليارات حسب الخبر الموجود هذه مشترطة أيضا بسياسات بتتصل برفع الدعم لذلك أنا أتوقع أنه الحكومة تنضي في هذا الاتجاه وهو محفوف بالمخاطر بلا شك ما في اثنين ثلاثة القضية دي بتتصل بمسألتين مهمات اللي هي فيها كلفة مالية اللي هي بتضعك في توحيد سعر الصرف وهذا يقودك لحالة بين غسيمة لشها الممكن التعويم الجنيه أو ضائغة برضو يخطك في كلفة اجتماعية كبيرة لأن السودان فيه شرائحة الآن في خط الفقر أو تحت خط الفقر رفع الدعم أكيد يعني سيفجر لك شكالات كثيرة لا أدري كيف يمكن تدارك لكن أعتقد أنه الأمر يحتاج لمزيد من الطمحيس من قبل الجهات المعنية بالأمر الاقتصادي في سودان طيب من أكبر مشكلات التي تواجه الاقتصاد السوداني عدم ثبات سعر الصرف هذا ما تحدث عنه أيضا السيد الوزيلي لماذا الحكومة الانتقالية لم تعلن حتى الآن عن سياسات التعامل مع النقد الأجنبي واضح أن الحكومة ربطت مشروع الاقتصادي بالسياسات الدولية لأنها تعلم الآن أنه الخزانة الداخلية خاوية على عرشها يعني فيما يبدو أنت الآن لا تمتلك إلا مواردك التي ترقد وتقف عليها من موارد طبيعية لكنها ليست سائلة وليست في يدك وليست بمقدورك بين يوم وليلة أن تحول منها مشروعات منتجة بدون أن تتلقى دعومات واضح أنها لجأت لهذه الخطوة أمكن محاولة كانت جرت في أيام ماضية أو في الشهور الماضية بأنها حاولت تحاصر تجار العملة وما إلى ذلك ولكن يبدو أنه بإدراستها أنه هذا أشبه بالسياسات التي لجأ لها النظام السابق ولم تعد بالنتاج المرجوة لذلك تركت الأمر هكذا يبدو أنها الآن تتجه لسيقة بتاعة موائمة مع السياسات الدولية التي هي نتيجةها ستجي بالشتراطات هذا البنك الدولي أو الصندوق النغضة الدولي سيدفع ببرامج إصلاح واضح برامج الإصلاح الواضح لا يمكن لدولة معترة في الديون أن يجعلها أن تراكم مزيد من الديون فمسألة سياسات دعم السلع لن تكون واردة طيب التوجه إلى عدم دعم السلع ورفع الدعم عن السلع بشكل مباشر سينتهي أظن أن الدولة ستتوجه إلى هذا الملحب حسب كلامك حسب الخبر أيضا الشريح الضعيفة ستتأثر لا محالة كيف تستطيع الموازنة الدولة أن الشريح الضعيفة حتى هي ستتأثر لكن تقلل نسبة هذا الضرر أو الآثر ولا بد لها من اللجوء لآليات أخرى تصل بها لهذه الشريحة أو تحاول أن تقلل بها واقع الضغط ولكن في كل الأحوال أنه هي تنتظر سياسات أو تنتظر نتائج مرجوة ولكنها لسنوات وطأة هذه السنوات ستكون سقيلة على الشريحة الضعيفة بلا شك طيب كيف تتعمل مع الحكومة الآن واضح من السياسات المعلنة أو كما ذكروا في الخبر أنه نحو مليار ونصف المليار توزع ليمكن الشريحة الضعيفة ولكن ده بيحتاج آليات البنك الدولي أو المنظومات الدولية عادة ما تتعامل معك في سياسة الاتجاه لوقف العون المالي العون الإنساني إلى العون التنموي يعني تتجه معك لإحداث مشاريع تنموية وده دائما في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب أو الكوارث الطبيعية وما إلى ذلك يعني بدلا أن يقدموا لك دعم إنساني مباشر سيقدمون لك دعم تنموي هذا الدعم التنموي بلا شك يحتاج دراسات يحتاج فترات زمنية طويلة الظرف الضغط للحكومة الراهنة بلا شك سيكون يعني كبير لكن هي بحاجة إلى أنها تأخذ أولا هذا التمويل أي إن كان شكله تمضي في هذه السياسات يمكنها أن تتعامل مع قطاعات الشريحة الضعيفة بتوفير أو التدخل في بعض السياسات المتصلة بالإنسان مباشرة من المواصلات توفير دخول في توفير ناقلات ترحيل يعني ما هذه المسائل يعني في مكانها أن تنصرف لكن هذا لا يعني أنه سيكون بمنأة عن الضغوطات للإنسان ترجمة نانسي قنقر